الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم. لسه مخلص فيديو من شوية بتاع المشجع زمالكاوي اللي خلوه اهلاوي دوت بعدها بدقيقة. بعدها بدقيقة. بامسك التليفون كده بتابع الاخبار. لقيت صديق مغربي. بعيت لي رسالة لفتت نظري. رسالة كده يعني غريبة. بيقول لي يعني شوف الاهلاوية عملوا ايه في الملعب بتاعنا. في يعني ايه الاهلاوية عملوا ايه في الملعب بتاعنا. ملعب مين? فدخلت فتحت المسج. بقول له خير خير يا صديقي في ايه الاهلاوية عملوا ايه في الملعب عندكم? في حاجة حصلت في الملعب. قال لي لا. مش ليلة المتش. خدوا الملعب. خدوا مين? خدوا الملعب. مين دول اللي خدوا الملعب بس استهدى بالله كده? قال لي خش اعمل سيرش شوف اللي حصل. يا عم في مين دول اللي خدوا الملعب يا عم ملعب مين ده? قال لك الملعب بتاعنا مركب محمد الخامس. مركب محمد الخامس? ماشي انا عارف الملعب مركب محمد الخامس اللي كان في المواتش. ماله. قال لك الهلوية خدوه. خدوه ازاي? شلو روحه بيه? قال لك يا عم انت مش فاهم حاجة? قلت له ما عليش عزرني. يعني مش فاهم فعل ايه في ايه? اهلوية اللي خدوا الملعب. يعني ايه لفو روحه بيه. قال لك يا سيدي خش اعمل سرش. وادخل على جوجل اكتب. قلت اخش اتبع خبر مسلا يعني. قلت له اكتب ايه? قال لي اكتب مركب محمد الخامس. اللي هو اسم الملعب يعني. حاضر يا سيدي. وامتي داخل كاتب مركب محمد الخامس. لقيت. ظهر لي كده. كلام للاسف هاجل لكم بالمشألب. بس اكيد ظهر يعني. مفيش هنا مركب بص فوق. هنا انا كاتب مركب محمد الخامس. ولكن تحت مكتوب ملعب محمد عبد المنعم. ملعب مين يا بقى الحجم? محمد عبد المنعم. ملعب محمد عبد المنعم. ايه ده? ايه ده? فدخلت لقيت مركب محمد الخامس بقى اسمه ملعب محمد عبد المنعم عشان محمد عبد المنعم نسجل فيه هدف. وحسيت طبعا بصديك المغرب انا بحب المغربة جدا وهم يعني عزاز جدا على قلبي. لكن معرفتش ما اتحكش. يعني انا معرفتش ما اتحكش. يعني مركب محمد الخامس بقى اسمه ملعب محمد عبد المنعم. عملوها ازاي يعني. هتكلم دلوقتي وهو اجيه لك رسالة صديك يا مغربي هوجيها والله للاهلوية واقول لهم كل اللي انت عايزه هتكلم في كل التفاصيل ولكن انا عندي فضول اكيد الباقي عايزة ايه دي بقى ازاي عملتوها ازاي يعني ملعب متسجل بقى له تمامية سنة واللي معترب بيه جوجل فانا اكتب على جوجل فوق مركب محمد الخامس يطلع لي ملعب محمد عبد المنعم ازاي ازاي بقى ازاي بقى وقال لك بقى اكتر من 6174 صورة انا خايف ان الصور دي تكون صور الاهداف ازاي ازاي فانا فهمت في اللحظة دي ان صديقي المغربي اصدوا ان هم حولوا اسم الملعب على جوجل لملعب محمد عبد المنعم بدل مركب محمد الخامس هو بص حوار عمتا في الاول انت لازم تتحك يعني اكيد اي حد عنده مشاعر كده ان هم هيبص على المنظر ايه ده في ازاي مركب يتحول لملعب محمد عبد المنعم ولكن اهلوية انتو عملتوها ازاي رجعوا الملعب لو سمحت رجعوا المركب لوضعه الطبيعي لو سمحت رجعوا المركب محمد الخامس للمركب محمد الخامس انتو عملتو ايه اللي انتو عملتو ده اصلا عملتو ايه دخلتو ازاي حولتو المركب لو سمحت ادو الناس حقها رجعوا الحاجة لاصحابها لو سمحت ما دي الرسالة لو سمحت رجعوا المركب تاني اللي صحابه يعني ما دي دي الرسالة اللي انا اقول الاهلوية ما اقدرش اقول اكتر من كده ومعرفش عددهم وما عرفش مين دول اساسا. انهم اغرب والله العظيم اغرب موضوع شفته في حياتي. يعني انا اصلا لما قال في الاول الاهلاوية اخدوا الملعب بتاعنا الكلمة نفسها حاسس ان انا باحلم. اكسن بلا قلت دي هلاوي سنوم. هو انا اكيد خلصت الفيديو نمت. ان واحد بعد رساله ومتأكد وبيشخط زعلان. ايش يا امالك انت اخوي اسلام. يعني اكفاش انت متوقاش معانا الكلام المغربي. انا يعني فاهم منه كلام صغير لكن انا مش فاهم فعصبيته عمال يكلمني. فرجعوا الملعب بتاعنا ملعب ايه اللي احنا اخدناه اصلا عشان يرجع. فانا فهمت في الاخر ان الاسم اتغير. والمغربة بيحبونا واحنا بنحبهم يعني اعتبروها نكتة. بس يعني لو سمحت رجعوا الناس الملعب بتاعهم. رجعوا الملعب للناس. وبحدش اخد حاجة مش بتاعته. لو سمحت ده مش ملعب محمد عبد المنعم ده مركب محمد الخامس انا معترف اهو. وبقول حاجة زي كده. وانا والله العظيم. على قد ما انا في السوشيال ميديا ده بقى لسنين. اقسم بلا ما عارف دي تعملت ازاي. هو اقنعه جوجل ازاي. يعني جوجل اهلاوي مسلا انا ما عرفش. فيعني اعذروني. وعذرون انا مش عارف ده تعمل ازاي. ولكن انا اقول لكم علي ان انا وجهت الرسالة وبقول الاهلاوية دول اصلا يعني اللي يجي على سكتهم ما بيسلاكش. كام واحد بقى يعني عملتوها ازاي ولا مليون بنا ادم راح اقنع الجوجل. ما انت عشان تغيير الاسم ده لازم جوجل يصدقك. عشان يقتنع باللي حصل ده. او يقتنع ان ده مش اسمه مركب محمد الخامس. اسمه ملعب محمد عبد المنعم. عشان يقتنع ان هو مش مش مركب محمد الخامس بعد السدين دي كلها. وان هو بقى اسمه ملعب محمد عبد المنعم. ده لازم سبب كبير جدا يقنع جوجل انها تقتنع بكلامهم. اقنعتوه ازاي? انا عن نفسك اسلام عايز اعرف اقنعتو ازاي. يعني انتم ممكن تقنعه جوجل لانا مش اسم اسلام علوي اطلع مسلا اسمي اي حاجة الحمد فتحي مسلا ما يعني ما هو كده ما هو كده ده حاجة بقى ايه بقى في ايه المعالم المعروفة تتغير قسميها يعني مسلا الموبايل يبقى مسلا تكييف والتكييف يبقى طيارة والتليفون يبقى مش عارفهم الخلول في ايه ايه ده والله العظيم يا جماعة انا مش مستوعب وعنين اخوات للمغربية المغربة دي قلشة كده مصرية محدش يعني ما يعني متاخدوش الموضوع شوية كده وهتلاقوا هم ايه رجعوا الحاجة لاصحابها مفيش اي مشكلة خلوه او جوجة هياخد بار والله اعلم ولكن يا اهلاوي يا اهلاوي يا عم انتم لوك الفويت اساسا اي فوت بتعمل او اي تصويت تلاقي في يعني من ربعمائة الف بنا ادم طالعين فقل من ديئة يعني مسلا في لعيب من غزل المحلة داخل في زباق عمل ماتش حلو بتاع فداخل والاهل ما بيلعبش يعني كان الاهل ساعتها في كاس العالم الاندية واللعب ده ما حدش يعرفه كل احترامه ان تقدر ليه وزيزو جايب له مسلا فماشة 3-4 اجوان وهو معروف انه ياخد نجم الجولة نجم الجولة تلاقي الاهل اهلوية طلعوا ادوا العيد اللوزي مسلا اي حد يعني كان في العيب زي ما اسمه عيد اللوزي مسلا يطلعوا ويدوا العيد اللوزي انه هو تسعة وتسعين في المية وزيزو مسلا ممكن ياخد له واحد في المية فما حدش يصار ما انا عايش على الحاجات دي بقالي فترة طويلة ومش فاهمها بنشتكي كلنا منها والله العظيم اللي انتو يعني اللي انتو شوفتوه في لحظة ده احنا بنعاني منه بقالنا كتير ما نعرفش العدد اللي بطلعت ديه وما نعرفش المواضيع دي بتحصل ازاي ممكن مسلا تلاقي انا كنت عامل استفتاء في مرة افتراضي اخترت واحد اسمه عاطية ابو القاسة والله العظيم دي بقول لكم عشان تتحكوا يعني نفك الموضوع الغريب ده عملت استفتاء سميت واحد اسمه عاطية ابو القاسة نجم حكوم الشكاير نادي اسمه كوم الشكاير عملته افتراضي قدام زيزو قدام زيزو وصيرك بقى من دلوقتي عشان بعض زمالكوز عالين مني بسبب ان النتائج زمالك وحشة مش عارف ما حاملينينا النتيجة والمسئولية كأن انا مخصر الزمالك ما علينا يعني ربنا ايه دي الحياة نرجع لك الصدفانة ساعتها كان زمالك كويس واخد اتنين دوري وانا منتشف جمهور زمالك مبسوط فحطط لهم زيزو مع عاطية خد 3% فنزدوا بعد كده بمقولة لنا الواقع ولكم المواقع ما هنعمل ايه فانت ما تستغربش اللي حصل ده وان الملعب يتحول من مركب محمد الخامس لملعب محمد عبد المنعم حتى كلمة مركب وامش عجبه ممكن كان يسموه مركب محمد عبد المنعم بس هم يعني ما اقترعوش بمركب فخلوها ملعب محمد عبد المنعم ففي حاجات غريبة كده بتحصل احنا نفسنا كنا نستغربها ومش عارفين نص الليها الحل لو حد فيكم يعرف لها حل ياريت يقولي عموما خدوا على محمل الفن وشوية كده واكيد الملعب هيرجع لاصحابه ما فيش اي مشكلة خالص لو سمحت اهلوية رجعوا الملعب لاصحابه واخوتنا المغرب هتحكوا وهزروا ما تتضايقوش يعني بيهزروا معاكم اخواتكم بيهزروا معاكم ربنا يهديكم اهلوية ربنا يهديكم سلام عليكم